السلام عليكم وأهلا بكم إلى المشرة الاقتصادية أعلنت شركة أيون أكسشينغ الهندية المتخصصة في توفير الحلول البيئية عن افتتاح مصنع جديد لمسج المواد الكيميائية في البحرين من تكلفة خمسة ملايين دولار وأصرح رئيس مجلس الإدارة والعذو المنتدب بالشركة الهندية راجيش شارما خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل المشروع أن المصنع سينتج تنويا 10 ألاف طن من منتجات معالجة المياه وأوضح شارما أن المصنع الجديد الذي سيكون مقر في مرسى البحرين للاستثمار مركزا لتصدير المواد الكيميائية للمنطقة وسيسهم في توفير قرابة 30 فرصة عمل على مدى السنوات الثلاثة المقبلة وقد قام مجلس التنمية الاقتصادية بدعم مشروع توسعة أعمال الشركة الهندية بتقديم خدمات المشورة والمساعدة العملية